الخارجية والمغترمين قالت في رسالتين متطابقتين موجهتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة في الساعة الواحدة والاربعين دقيقة بتوقيت دمشق من صباح الاحد في الخامس من هذا الشهر قامت طائرات حربية اسرائيلية بعدوان جوي صاروخي من الاراضي المحتلة ومن جنوب لبنان باتجاه ثلاثة مواقع تابع للقوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية تقع شمال شرق جمرايا وفي ميسلون ومطار شراعي بمنطقة الدماس بدمشق وريفها واسفر العدوان الاسرائيلي عن سقوط اربعة شهداء واصابة سبعين في صفوف المواطنين السوريين كما ادى الى تدمير واسع في هذه المواقع وفي المناطق المدنية القريبة منها واكدت الوزارة ان هذا العدوان الاسرائيلي السافر يأتي تأكيدا على التنسيق بين اسرائيل والمجموعات الارهابية والتكفيريين التابعين لجبهة النصر احدى اذرع القاعدة بهدف تقديم دعم عسكري مباشر للمجموعات الارهابية بعد فشل محاولاتها مؤخرا في تحقيق سيطرة على الارض الامر الذي لا يدعو مجالا للشك بان اسرائيل هي المستفيد والمحرك والمنفذ في بعض الاحيان لما تشهده سوريا من جرائم ارهابية تستهدفها دولة وشعبا سواء بشكل مباشر او عبر ادواتها في الداخل كما اضافت الوزارة ان سوريا تؤكد في هذا الاطار بطلان المزاعم التي اطلقتها اسرائيل في الاوينة الاخيرة لتبرير اعتداءاتها بذريعة نقل اسلحة الى خارج الحدود السورية موضحة ان استمرار اسرائيل بعدوانها من شأنه زيادة التوتر في المنطقة واجرها الى حرب اقليمية واسعة النطاق تهدد السلم والامن الدوليين كما اشارت الى ان الحكومة السورية تعد ان التصريحات الامريكية التي سبقت واعقبت شن الغارات المذكورة شجعت اسرائيل على القيام بعدوانها ووفرت غطاء سياسيا لها لخرق السيادة السورية في انتهاك واضح لميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقالت الوزارة ان سوريا استؤكد حقها في الدفاع عن نفسها واراضيها وسيادتها تطالب مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الاسرائيلي على سوريا ومنع تكراره والحلولة من دون تدهور الوضع في المنطقة وخروجه عن السيطرة وختمت الوزارة رسالتيها بالقول ان سوريا تعدوا ان استمرار بعض الدول دائمة العضوية بمجلس الامن في توفير الغطاء لاستمرار اسرائيل في عدوانها واحتلالها للاراضي العربية بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل يحملها المسؤولية الكاملة عن اتباعات التي يمكن ان تنجم عن الجرائم العدوانية الاسرائيلية اشتركوا في القناة